ليه أعرف يعني حزب الوفد بعد ما قضيت يعني كم سنة فيها بش مهندس مش عاوز أكبر نفسي سنين عديدة يعني سنين عديدة الحقيقة 30 سنة ليه استقلت منك يعني يا صفحة أفلت طبعا بالنسبة لي حزب الوفد حزب عريق بالنسبة لي بالنسبة لمصرين دايما بقول هو اسمه زي حيفضل في مصر زي الأهرامات قد أكون اللي أنا عملته ده أحسن للحزب وأحسن ليه لأن ممكن كان يتولد عنه خلافات أكبر في وجودي أنا بتكلم للحزب ممكن ما بقاش داخل فيها ناخد بنا دايما أن حتى في انتخابات حزب الوفد القابلي دكتور سيد دكتور محمود أبازة أستاذ فؤاد بدراوي دكتور سيد البدوي دايما كان بيبقى فيه مشاكل بعد الانتخابات أنا حبيت دايما أبقى ما يبقاش الحزب فيه أي مشاكل بسببي بمعنى الأصوات الكتير قوي اللي أيدت حضرتك كنت خايف أن هي يعني تكون سبب في افتع المشاكل مثلا مع الموضوعين لا يعني بصي أنا لقيت نفسي بالظبط كده مش حقدر دي بجد مش حقدر وأنا ما تعودتش أخد أبقى تايتل عندي تايتل سياسي خصوصاً يعني السياسة بالنسبة لنا مش أكل عيش عندنا أكل عيشنا وبالتالي يا حدي يا حنزل من البيتي وأنا مرتاح عشان أرجع ثلاثة صبح بدي عمل عام اللي هو العمل حزبي عموماً وأنا مرتاح لو أنا مش حابقى مرتاح طب ليه ما أبقى مش مرتاح وأخلي الناس تانية مش مرتاح ففضلت وبتمنى لهم التوفيق وحيفضلوا طول عمرهم إخوات أصدقاء وبيت الأمة هو دايماً حيبقى مفتوح للجميع هو بيت الأمة يا